السلام عليكم اهلا بكم حبيبي معاكم نيس مروة من قناة نيس مروة النهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض مراجعة كنكت مراجعة شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي ان شاء الله في فيديو النهاردة هنراجع مع بعض يونت 3 و هنراجع كمان مع بعض يونت 4 المراجعة اللي منزلها استبهد ما شاء الله مش سايبة سؤال في الكتاب طيب تعالوا كده هنراجع مع بعض انا هنا هنراجع هتنقسم ليونت 3 و يونت 4 وهنا مقسم للاول حاجة لتشوز يعني الاسئلة الاختيارات دي هتبقى على الوكاب على الكلمات طيب تعالوا كده نركز مع بعض ونشوف اول سؤال بيقول ايه We use the to grow new plants انا هستخدم ايه من هنا عشان ازرع نباتات جديدة ياس هستخدم ال seeds البذور number 2 the grow under the soil ينمو تحت التربة ايه هو؟ ال flowers ولا leaves ولا roots ولا shoots excellent ال roots هي اللي بتبقى تحت under the soil يعني تحت التربة الجزء ده بيبقى تحت ليه الجزء number 3 trees have a lot of green ها الشجر بيبقى فيه a lot of green ايه؟ shoots ولا seeds ولا leaves ولا flowers ياس leaves اللي هو ورق الشجر number 4 farmers work ايه ده؟ ها المزارعين بيشتغلوا فيه؟ desert habitat ولا agriculture habitat ولا rivers ولا lakes طالما قالك farmers مزارعين يبقى لازم يكون ليه علاقة بالزراعة هايبقى agriculture habitat number 5 plants that live in there؟ مالها بقى don't need a lot of water ها النباتات اللي بتعيش فين مش بتحتاج مية كتير وممكن تتحمل وقت كتير جدا من غير مية excellent طبعا اللي بتعيش فين؟ اللي بتعيش في ال desert number 6 cows goats and sheep live in there؟ ها الكاوز والجوت والشيب بيعيش فين؟ in there؟ ها وبعد كده بيقول لي habitat yes agriculture habitat اوكي في البيئة الزراعية number 7 when the seed germinate germinate معناها تنمو يعني ال seeds البذور دي لما بتنمو أو بتكبر it starts to grow بتبدأ ان هي تكبر اي هي اللي بتكبر اول حاجة؟ yes roots دلوقتي انا اجي لما باجي مثلا ازرع زرعة اول ما بازرع الزرعة دي اول حاجة بتظهر تحت roots الجزور بتاعتها اللي بتبقى under the soil يعني تحت التربة number 8 we all like people كلنا بنحب ان هي ناس بقى help ولا helps ولا helped ولا helpful انا هنا عندي noun ده اسم لازم هيوصفه adjective 0 مين هنا هي الصفة هتبقى helpful people number 9 a billion is a million ها هيبقى ايه بقى hundred ولا thousand ولا ten ولا nine ها الباليون ها اكسلان thousand million thousand million thousand million ال thousand ده عندي فيه كم زيرو ثري وانا بزود عالماليون كم زيرو ثري هفاهمها لكم الباليون عمتا فيه nine zero فيه nine zero منهم six في الماليون one two three four five six هما كده بقوا ايه بقوا ماليون عشان اخليهم باليون لازم ازود كم زيرو ثري طب الثري زيرو دول هيبقوا تحت انهي كلمة من دول hundred لا الهوندرد two ال thousand أيوه ال thousand three ال ten هتبقى one وبعد كده ال nine ده اسطر من غير zero فعامتوا ازاي؟ طيب number ten the desert land is very ها الارض الصحراوية بتبقى wet ولا green ولا dry ولا rainy yes dry يعني بتبقى جفة انا بتكلم على ال desert على الصحرا the seed اللي هي البذور and it starts to grow roots under the soil السؤال ده جلنا فوق بس كان بيسألني على مين؟ على ال roots قولنا the seed germnates معانيها اللي هي بتنمو او بتكبر اوكي اما هيجيلك دي تختارها اما هيجيلك roots number twelve نورا has to be with the knife اه هي دلوقتي لازم تكون ايه مع السكينة لازم تكون حازرة to be careful دايما لما اجي حاضر حد اقوله be careful be careful يعني يكون حريس thirteen the seed grows the soil the seed اللي هو البرعم او النبت او اول حاجة بتكبر في الزرعة اللي انت زرعتها the soil على طول طالما soil هتبقى under the soil احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي مثلا نزرع زرعة فاكرين الفقول مثلا احنا كنا بنزرعه دا واحنا صغيرين على القطن مثلا كان اول حاجة بتظهر فيه كان بيظهر فيه كده roots بتاعته دي under the soil اوكي اللي هو البرعم بتاعه اول حاجة بتظهر فيه the tomato plant dies and drops it before the cycle starts again يعني ايه بقى السؤال دا بيقولي the tomato plant dies النبات بتاع tomato dies بيموت and drops it وبيبدأ اي يقع منه before the cycle starts again اللي بيقع من البلانت كده على الارضة على السويل عشان تبدأ تاني cycle بتاعت البلانت ان هو يبدأ تاني من اول السويل بعد كده كود النبتة اللي هيقع the seeds البذور i sleep in my كلنا طبعا بننام فين excellent كلنا بننام طبعا في الbedroom he loves living on water هو بيحب يعيش على المية يبقى حيعيش في a tent ولا hotel ولا garden ولا house boat هنا عندي tent معناها خيمة طراما قال لي كلمة water يبقى house boat okay we have dinner in there اللي بنتعشة العشة بتاعنا بنكلوه فين هي جاية من اسمها dinner يبقى dining room اللي هي غرفة الصفر number 18 i take a shower in the دي سهلة بقى كلنا بناخد شاور فينين فعناخد شاور مثلا في الbedroom او الكاتشن لا طبعا الشاور بيبقى في الباثروم 19 we live in on the fourth floor يعني في الطابق الربع او في الدور الربع طيب حقول house ولا apartment ولا house boat ولا tent انا عايز اقول شاقة شاقة في الدور الربع شاقة معناها apartment apartment we go to when we are sick يعني لو قدروا لو لو حد منا تعبين بيروح فين بيروح الافس ولا school ولا hospital ولا البانك طبعا بنروح hospital بنروح المستشفى the next one we buy food add the احنا بنشتري الطعام بتاعنا او الاكل بتاعنا منين طالما قال لي add the يبقى add the supermarket 22 i learn in my احنا بنتعلم فين yes في ال school حاجات دي سهلة i buy clothes خلى بالكم دي اسمها clothes مش closes لا اسمها clothes clothes i buy clothes and shoes at the or at a احنا بنشتري ابنين ها من shopping mall 24 we send letters at the ها احنا بنبعد the letters او الخطابات دي لإيه؟ لل school ولا hospital ولا post office ولا shopping mall post office اللي هو مكتب البريد 24 excuse me is the post office طالما بسأل عن مكان يبقى لازم هاختار where وهنا بيسأل عن مكان post office على مكان البريد 26 shrieff meets people from all over there هو بيقابل ناس هي دي كده زي كده مصطلح على بعض اسمها all over the world من كل أنحاء العالم all over the world اوكي 27 mona goes on to see animals in their natural habitat طالما قال لي natural habitat يعني في بيقته الطبيعية هي بتبقى عاية تشوف الحيوانات في البيئة بتاعتها الطبيعية اكيد مش هتروح الديزرت لا الديزرت مش هتنفع ولا هتروح البازار ولا هتروح الريفر يبقى هتروح سفاري هتروح رحلة سفاري عشان تشوف الانيمال in their natural habitat 28 okay we to Alexandria in the summer هتبقى we yes we travel to yes we travel to احنا بنسافر سكندرية in the summer يعني فاصل الصيف 29 go straight the park is on the right هنا حد بيوصف لحد مكان بيوصف له البارك هيقول go straight ده برضو كده زي مصطلح على بعض بقول go straight ahead go straight ahead معناها امشي على طول go straight ahead 30 we see very old things in احنا بنشوف الحاجات القديمة موجودة فين film museums في المتاحة number two بيقولت the correct answer احنا بيتكلم على grammar الناس اللي بتاخد connect plus السؤال ده كمان هينفعها لان السؤال ده انا رجعته في شهر نوفمبر برضو في الشيط بتاع step ahead number one a daisy is than a lot اكي طيب هنا عندي than قلنا مين صحبة ال than صحبتها ال er او صحبتها المور plus ال adjective انا هنا عندي than يبقى هدور على ال adjective على الصفة اللي فيها er عندي taller taller يعني اطول من number two the red flower is بيقوللي than the green one على طول اجري هنا عندي long adjective يعني صفة طويلة مش هينفع معاها er ولكن هيجي معاها more plus ال adjective لازم الاول المور بعدها ال adjective هتبقى more beautiful than winter اللي هو فاصل الشتة is season of the year season of the year طيب هو هنا مش بيقارن واحد بواحد ده بيقارن فاصل الشتة بالفصول كلها يبقى انا هنا هختار the plus adjective the plus the adjective plus the est اوكي هتبقى the coldest خلي بالكم ما ينفعش نختار coldest من غير the اوكي لهو مش كتبها لي بختاره على بعضها the coldest لهو كتبها لي هنا في الاول هختار كلمة coldest فقط اوكي لكي انا هشتبها لانهو already مش كتبها ايه number four the line is the ده طالما لقيتها اعمل عليها circle كده عشان ما انساش ان ايه مكتوبة بره اوكي وعلى طول اخطار strongest اوكي the strongest animal number five the elephant the feel is than اول ما لاقي ذا او الاقي than على طول اعمل عليها circle miss more وقالت لنا ان than بتحب the er او بتحب more صح كده؟ تعالوا ندور مع بعض عندي heavy heavier than او انا عندي er بس انا هنا عندي than مش عايزاها ما انا عندي than مكتوبة بره the heaviest بعد كده عندي heavier than اللي انا بقوله بيني وبين نفسي في الفيديو ده هو ده اللي لازم يدور في ابناغك جوه الامتحان اوكي تكلم نفسك كده في السؤال اوه الكلمة دي تنفع لا الكلمة دي ما تنفعش اوه miss morewa كانت ايلة اه كذا في الفيديو تفكر نفسك تربط كده كل اجابة بكلمة طيب number six this is the اوكي اوه عندي يبقى على طول ينفع معا ايه؟ فكروا معايا more interesting ولا most interesting ولا interesting most اوه miss morewa كانت ايلة ان more بتحب مين؟ بتحب than طب الذاية miss morewa بتحب مين؟ بتحب most يبقى هقول the most بعضيها الادجكتف انما هنا الادجكتف بيكون مكانها في النص طيب فين the most هو كتب لي the يبقى انا هدور من اول كلمة most هتبقى most interesting عشان هنا عندي long adjective صفة كبيرة number seven the crocodile التمساح is most dangerous of these animals هو هنا كتب لي most وكتب لي dangerous هاختار the مين بتحب most؟ بتحب most the هتبقى the most number eight the daisy plant اللي هو نبات اللقلق is of the three plants اوه انا هدور بها وهنا عايز يقول لي ايه؟ وهنا بيقارن the daisy plant بالنباتات كلها او of the three plants هاختار ايه؟ عندي more colorful than less colorful بعد كده the most colorful وبعد كده most colorful ما ينفعش اختار most من غير the اكتر واحدة مكتوبة صح لانه بيقارنها هيا وبين مجموعة كتير هتبقى the most colorful طيب تعالوا معايا كده عندي number nine اوكي خدوا بركوا انا بقارن read اوكي is the ها بالنباتات الكتير of the three plants طلوما عدى one يبقى خلاص انا بقارن واحدة بمجموعة كتير يبقى حقول yes انا هنا عندي ذا حعمل عليها circle هتبقى the tallest اضول واحدة the tallest number ten the unit is difficult one in the book اوه انا عايز اقول ان اليونت ده اصحب يونت موجود في البوك موجود في الكتير هقول the most difficult شان انا هنا عندي long adjective صفة كبيرة وبقارن بين يونت واحدة ومجموعة يونت كتير number eleven this tree is one in the park طلوما جاب لي كده مثلا قال لي unit قال لي tree طبعا البارك فيها ايه trees كتير يبقى دي انا بفضلها على مجموعة كتير اللي مش هينفع taller than انا مش بقرنها بشجرة واحدة بس يبقى هقول is the tallest excellent number twelve my picture الصورة بتاعتي is one in the class او انا بقارن الصورة بتاعتي بقى كل الصور الموجودة في الكلاس the long adjective يبقى هقول the most colorful the most colorful طيب حاجة عند number thirteen our city is the place to live هو هنا بيفضل القرية بتاعتي بقى اكيد بيفضلها sorry بيفضل ال city بتاعته المدينة بتاعته اكيد عن باقي الماضي يبقى هقول ايه our city is the ما ننساش يميس مار وده فيه ذاهن عشان مخترخش تاني هتبقى is the nicest place to live number fourteen the snake is انا اول حاجة يعني بتدور عليها بروح على اخر الجملة اشوف هو بيقارن واحد بواحد ولا بيقارن واحد بمجموعة كتير بيقولي of these animals بس كده هو بيفضل ال snake على كل ال animals انا في الحالة دي ماليش دعوه بمور وماليش دعوه بال e or ليه دعوه بني ليه دعوه بال most وليه دعوه بذا يبقى هقول the snake is the most dangerous of these animals هو اخطر حيوان في الحيوانات دي number fifteen egypt peaches الشواطئ الموجودة في مصر are all over the world اه ده بيقارنهم بقى بكل الشواطئ الموجودة في العالم يبقى مين صاحبتي في السؤال ده most هي صاحبتي طب يا ميس مروه اخذ بالك انا هنا فيه 10 مختارهاش تاني هتبقى are the most beautiful all over the world طيب نركز بقى هنا على جزء preposition يعني حروف الجار number one the hospital is the bark ينفع اقول next or behind or under or in front اولا next ديت مش كاملة انه بتتقال next to يعني بيجانب and in front دي بيجي معاها off and next بيجي معاها to طيب هيتفضل behind و هيتفضل under ينفع اقول المستشفى under the bark تحت يعني مسلا ما تفونا تحت مسلا لا مش هينفع اشغل مخي behind يعني خلف يعني وراها اوكي في ال preposition دي بحتاجة يعني حد يكون مركز ويشغل مخه حتى لو انت حافز بس من غير ما تكون فاهم هتغلط بردو لازم تكون فاهم number two the school عندي of the museum ها انا قلت of بتيجي مع مين in front of in front of يعني قدامها اوكي بصوا انا مغماضة من غير حتى ما شوف الباقي ها that village القرية دي is to a big city مين اللي بتحب to ها نكست excellent نكست to معناها بجانب طيب هكتب هالخو هنا كده على جنب يبقى next بتيجي مع ال two in front of هنكتبها كده لغاية دلوقتي دول اللي زهروا next two in front of طيب number four the book is the back ها هقول ايه الكتاب والشنطة الكتاب هيبقى between ولا in ولا next ولا in front اوكي excellent هتبقى ايه الكتاب فين in the bag يعني جوه الباك number five the bag الشنطة is the desk طب الشنطة دي فين بقى عايز اقول على الدسك او فوق الدسك اوكي هتبقى on in هنا معناها بداخل الكتاب كان داخل الباك ايه معناها بداخل انما on معناها فوق كده فوق الدسك فعامتوها طيب number six there is a tree في شجره in my house اوه هقول in next to my house ولا in under my house ولا in front of my house هتبقى in front of قدام ال house بتاعي هو هنا عمل حاجة ذكية قوي هو قداني front of اوكي وانا هنا اختارت in كان كل مرة بيديني in front وانا كنت بختار of خلي بالكم انها كويس قوي number seven then the house is ها a yellow house and a brown house بصوا بقى ده اسهل سؤال خالص ليه نسمروها اول ملاقي two places يعني مكان وعندي and وعندي another place مكان تاني يبقى على طور اختار between one and one الموضة لانا اكيد المكان ده هو بينهم في النص كده تعالوا نشوف مع بعض زين the house يعني البيت بتاع زين is between بين yellow house وبين brown house يعني بين البيت الأصفر وبين البيت البوني number eight that village is to a big city ها ما اسمرو قالت to صاحبت مين ها next two معناها بجانب number nine the flowers are بعد كده the base ها عايز اقول ان flowers دي جوه البيت يعني جوه البوضة هقول the flowers are in excellent اين معناها جوه زي ما انا قلت ها number ten my house is the supermarket and the school ها ما اسمرو قالت دي سهلة قوي نعمل circle على ال and ال and بتحب مين ال and بتحب between ال and بتحب between لو ركزتوا في الفيديو ده يعني هتعرفوا ازيه اصلا تتعاملوا مع السؤال في الامتحانة هيساعدكم بنسبة كبيرة number eleven the bank is وبعد كده the supermarket هاختار in front of ولا between ولا in ولا next اولا next مش هتنفع عشان مفيش تحبتها طبعا مش هقول ان البنك جوه السوبر ماركت بقين مش هتنفع وبتوين مش هتنفع عشان صاحبتها and مش موجودة يبقى مين اللي هتنفع in front of يا ريت بس في الامتحان لما تبقوا تايهين ومش عارفين تطلعوا الاجابة للصح حاولوا تعملوا زي ما انا عملت دلوقتي انا قصدت اعمل الطريقة دي عشان تعلمكم تجاوبوا في الامتحان توقعوا الكلمات اللي ما تنفعش واللي هتفضل في الاخر هتبقى هي دي الاجابة انا دايما بقول الطريقة دي في الفيديوهات ان شاء الله تنفعكم number 12 my bag is the door my bag is the door الشنطة بتاعتي والباب اعلاقتهم ببعض طب الشنطة بتاعتي في اين on the door فوق الباب ولا behind خلف الباب ولا اين جوه الباب يعني نفتح الخشب كده ولا لقى الشنطة جوه الخشب ولا نكست لأ نكست صاحبتها طو مش موجودة يبقى behind behind يعني خلف اوكي يبقى الباك بتاعتي الشنطة بتاعتي behind the door يعني ورا الباب او خلف الباب number 13 the museum is to the park ها مين بتحبل to excellent نكست هتبقى نكست to يعني بجانب البارك ها اللي كان الان من السؤال preposition سؤال حروف الجر اتطمنتوا دلوقتي طريقة حالها ازاي او بنحلها ازاي اوكي number 14 the pink house بعد كده the red house and the yellow house ها عندي مين عندي مين عندي عندي انت مين صاحبت الانت بسرعة 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 وانا مغمضة between بقتوا شاطرين خالص ما شاء الله عليكم 15 the couch is next couch اللي هي الكانبا اذا television عندي نكست مين صاحبت النكست لا دي سهلا يمسمار و is نكست تو يعني بجانب number 4 read and complete the text with the words in the box الكلمات في البوكس عندي grow germination وعندي growing وعندي seeds بيقولي our tomato plants are growing on the balcony tomatoes are green before they are red طبعا الطماطم قبل ما يكون لونها احمر بيكون لونها green يعني قبل ما تستوي tomatoes have yes seeds يعني البذور هنكتب هنا seeds ونشطبها فوق seeds inside بيكون كده جواها في بذور we can take the seeds and طيب احنا هناخد ال seed دي ونعمل فيها ايه excellent grow نزرعها and grow new tomatoes طيب grow فيه لعشان نشطبها وشطبناها we plant a seed and the plant grows احنا خلاص زرعنا ال seeds البذور دي and the plant grows والنبات بدأ انه هو يكبر this is called that is called العملية دي اسمها excellent germination اوكي ليه عملية الانبات طيب حاجي عندي number 5 ايه الكلمات اللي عندي في البوكس عندي roots وعندي leaf وعندي seed وعندي soil بيقولي we put a seed in soil اول حاجة بنعملها اللي احنا بنحط البذور في في الصويل يعني في التربو that needs sunlight and water او هي بتحتاج اشعة الشمس وبتحتاج الووتر بتحتاج المياه مين هي اكيد السيد اللي احنا حطنوها البذور اللي احنا حطنوها مش طبها فوق it can grow so it can grow بعد كده هتكبر the seed grows هتكبر وبعدين yes بيقولي under the soil لغاية هنا مش عارفة الإجابة بس اول ما قالي under the soil يبقى هاختار كلمة roots يعني الجزول then it grows a should and gets taller above the excellent soil خلاص هي كبرت وحتبقى above the soil يعني فوق التربو number six عندي big و biggest وبتوين و village تعالوا كده نركز مع بعض في السؤال ده my name is Zane i live in a هو بيعيش فين؟ اكيد بيعيش في village يعني بيعيش في القرية ومش طبها من فوق next to the noel يعني جانب نهر النيل i live in a house with my family هو عيش في البيت بتاعه مع العيلة بتاعته our house isn't the in the village عندي the اللي حيساعدني طالما عندي the من صحبته من فوق the biggest هو بيقول ان البيت بتاعهم ده مش اكبر بيت في القرية it is a yellow house and a brown house على طول يسمروا وقالتلي طالما عندي and مين صحبتها and مين صحبتها excellent between تعالوا كده نتأكد من اجابة بتاعتنا بيقول لي it is البيت بتاعهم ده is between يعني بين ال yellow house البيت الاصفر and a brown house والبيت البن number seven عندي world وعندي travel وعندي travels وعندي tourist طيب تعالوا نشوفوا مع بعض هنا بيقول لي my friend she lives on a boat in the summer هو صاحبه شريف ده بيعيش كده في بوت في قارب in the summer في فاصل he is parents يعني month وبابا work on بيشتغلوا ايه بقى ها فكروا معايا طيب انا هعمل نفسي على اني مش عارفة وما بيشتغلوا ايه واقول لكم لو انتوا تزنقتوا في الامتحان تعملوا ايه ممكن تحلوا بالعكس عادي مش بالترتيب he is parents work on boats okay so he goes with them هو بيروح معايا they up and down the nile ها عايز اقول بيسافروا يعني رايح جاي كده في النايل اسمها travel انا هنا هيخد travel ال verb في ال infinitive لان هنا بتكلم في present sample و they في present sample بتاخد ال verb في ال infinitive okay he means people from all over ده هو بيقابل الناس من جميع انحاء العالم طيب هم بيشتغلوا ايه اسمها tourist boats tourist boats اه بصوا حبيبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو هو ده كده هيبقى part 1 يعني الجزء الاول من مراجعة connect للصف الرابع الابتدائي احنا كده حلين الغاية page 5 الصفحة الخامسة ان شاء الله بكرا على طول هينزل لكم باقي المراجعة بتاعة connect للصف الرابع الابتدائي ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في وانا هرد عليكم وشكرا حبيبي وان شاء الله نتقابل فيديو جديد اشتركوا في القناة